محافظة إب تحولت إلى ملكية خاصة للحوثيين أو هكذا تبدو فالميليشيات لم تتوقف عن فرض الجبايات والإتاوات ونهب المواطنين والتجار تحت مسميات ولافتات مختلفة فلا يكاد يمر شهر دون لافتة أو مناسبة مصطنعة للنهب والسلب آخرها سعي الميليشيات إلى فرض إتاوات مالية على المؤسسات والمحلات التجارية بغرض إصلاح شوارع مدينة إب المهترئة والتي تضررت كثيرا جراء الإهمال والأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة وأكدت مصادر محلية أن الميليشيات الحوثية التي تسيطر على المحافظة منذ ست سنوات شكلت لجنة للنزول الميداني وجمع هذه الإتاوات من التجار تحت مسمى مساهمة مجتمعية للأسف الشديد تمارس الميليشيات الحوثية وسلطات الأمر الواقع في محافظة إب أبشأ صور الإبتزاز بحق التجار وبحق الميسورين وبحق رجال الأعمال المتواجدين في محافظة إب في كل مرة يأتون بشيء جديد هذه المرة جاءت الميليشيات الإنقلابية لتمارس صورة جديدة من صور الإبتزاز بمطالبتهم بمبالغ مالية من أجل الشوارع التي ضربت بفعل السنين وبفعل أيضا استخدامها بشكل متكرر وجاءت تحركات الحوثيين بعد موجة سخط شعبي وحملات إلكترونية نفذها ناشطون من أبناء المحافظة نددت بانهيار الطرق والشوارع في المدينة في الوقت الذي تذهب فيه إرادات المحافظة الهائلة إلى قيادات الميليشيات في صنعاء الصور التي نشرها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي لشوارع المدينة بدت وكأنها طرق ترابية نظرا لحجم الحفريات الواسعة والدمار الكبير الذي لحقها ولم يتم سيانتها منذ سيطرة الميليشيات على المحافظة اليوم تمارس هذه الطريقة من الابتزاز من أجل أن تأخذ قبايات جديدة كالقبايات السابقة التي أخذتها على الرغم أن هناك كثير من المنظمات التي أعلنت عن تبرعها أو دعمها لمشاريع الطرقات وشقها وتعبيدها بملايين الدولارات وتشير مصادر محلية إلى أن المساعي الحوثية جاءت للتعطية على نهب المساعدات المخصصة لإصلاح الطرقات والمقدمة من المنظمات الأممية